رغم ان حسين اخطأ فاعتذر يعني اذا كان الخطأ في قدر من الخطيئة وانا بتقلم لصفع اي حد على وشه لانه ده سلوك غير اخلاقي لكنه الاعتذار فضيلة والخطأ كان له مسببات واحد اتشاتم في والده ووالدته طب انتو عارفين انه مثلا اقولك على حاجة حسين الشحات اعتذر كتب ايه كتب اعتذار تاني يعني بعد اللي انتو شفتوه من اعتذار صريح وبس راسه وقال له انت حصل منك كذا كذا والشي بيقال له زوجتك وامك على راسي من فوق رجع حسين من شوية كتب بداية اود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم اتمكن من السيطرة عليها نتيجة استفزازات لم اتحملها وانها لم تكن الا ردة فعل خاطئة هو بقر ان هي دي ردة فعل غلط لغضب حين سب اهل بيتي في لحظة ما لك مني فيها الشيطان حينها وانني استغفر الله العظيم من كل زنب صغير وكبير بيقول كبه حسين الشحات لن ابحث عن مبررات ولكني اجد نفسي مخطئا وكل من يعرف طبيعتي يعرف انني لم اكن لعبا عنيفا ابدا ولا امتلك اي ضغينة لاحد بل نتنافس جميعا بشرف ولان الاعتذار من شيء من رجال فانني اتقدم بالاعتذار للجميع لادارة الاهل والجهاز الفني وزملائي في الفريق وكل جماهير الاهل والكرة المصرية والمغربية اشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعل السيئة اعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي واريد ان اعبر عن احترامي لكل اشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدور المصري اعتذار بيقول انني اتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وانني اعدكم بان اقدم الافضل مع الفريق وان لا يصدر مني اي شيء اخر يسوءكم مني مرة اخرى اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاعمال فانها لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها فلا يصرف عني سيئها الا انت يمكن دي احسن حاجة حصلت في المشهد اهم من العقوبات اهم من انك تقعد تبحث عن الحقيقة اهم من انك تجيب مشاهد ما قاله حسين الشحات بيبين انه استوعى بالدرس بيبين قبوله اعترف بالخطأ قابلة العقوبة اعتذر للجميع اعتذر للجميع والرأي العام والاشقاء وحرصه بحس مسؤول على انه يعتذر للاشقاء ويحرص على التعبير عن احترامه كل المحترفين ويتعهد وهذا اهم ما في الامر انك انت تبقى الغرض من التصدي للخطأ قد اثمره بعدم تكرار هذا ابدا هو ده هو ده اللي احنا عايزينه من اي مشهد سيء انه نصل الى هذه النتيجة ولو وصلنا لها يبقى خلاص حصل خطأ تجاوز اعتذر عقب كرر اعتذاره واعربه باعترافه بالخطأ وانه مش هيعمل كده تاني وهنا يأتي الرضع بثماره ده ده من ناحية حسين انا كنت انتظر اسمع ده جدا جدا لما كنت اجتمعت كنت عفضل الان ده كلام مهم جدا واعتذار فيه قدر كبير من الاعتراف والندم والحرص والوعد والتسبيب كمان لانه هو في البداية بيقولك ده رد فعل خاطئ جدا مني ورد فعل سيء لكن انا كان قسيء الى اهل بيتي فهنا يباني المبرر النفسي المبرر النفسي ولكنه غير مبرر مقنع ابدا انه حد ينفلت لانه من الطبيعي انه لعب اعتاد يساءة المنافس واخراجه عن سلوكه لانه تكررت معاه من نفس اللعب وده لازم ان هو كمان يراجع نفسه لازم ان يراجع نفسه انت لعب محترس ملاش دعب جنسيته ملاش دعب جنسيته هو مين اش ده الموضوع هو لعب في فريق بيرامنس ان انت تتكررها مع لعب الاسماعيلي وتتسبب في طرده ثم تتكررها مع حسين الشحات فيتمالك ثم يتم الاعتداء عليك في نهاية المباراة بالشكل اللي تم اللي احنا رفضناه واول من رفضوا حسين الشحات نفسه